مجلس حكماء المسلمين وفتح أفاق جديدة للحوار مؤكدا ضرورة التحلي بروح الوعي الإسلامي والأخوة العربية للعبور بالأمة إلى بر الأمان دعيا في الوقت نفسه إلى تعزيز دور العلماء المسلمين والنخب العلمية والفكرية في إنتاج خطاب إعلامي وثقافي يتحلى بروح المسئولية ويبتعد عن إثارة الاستقطابات بين أبناء الأمة كما أعرب المجلس عن قلقه من الحملات الممنهجة للنيل من شبابنا المسلم وسلخه من هويته الإسلامية وزعزعة تمسكه بقيامه الأصيلة مؤكدا على أهمية دور قادة الأديان في مواجهة التغير المناخي دعيا إياهم إلى القيام بواجبهم في توعية الشعوب بمخاطر التغير المناخي وأهمية الحفاظ على البيئة بعد ذلك بحث المجلس سبل تنفيذ بنودي مدونة العشرين المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية كمثاق شرف إنساني يلتزم به كل العاملين في المجال الصحفي والإعلامي واستعرض المجلس الترتيبات النهائية لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة شباب صناع السلام التي يعقدها المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف وكنيسة كانتري في لندن والتي تهدف إلى التدريب على الحوار والتواصل الإنساني مع الآخر إلى ذلك قرر مجلس حكماء المسلمين استكمال جولات مبادرة حوار الشرق والغرب وترشيح شخصيات شبابية مؤهلة للريادة الدينية والعمل كسفراء لمجلس حكماء المسلمين لتعزيز الأخوة والتعايش والانفتاح على الآخر واتفق الأعضاء على عقد النسخة القادمة من هذه المبادرة في مملكة البحرين تحت عنوان حوار الشرق والغرب من أجل الأخوة الإنسانية